السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم في مقرر الهندسة الكعربائية Electrical Engineering معكم الدكتور عبد العزيز صالح السعيدي نواصل مع المحور التاسع Signs with the Steady State Power Calculation وما زلنا مع الجزء الرابع Appearance Power and Power Factor وسنقوم إن شاء الله في هذه المحاضرة بمزيد من التطبيقات لفهم Appearance Power والPower Factor إذن في هذا المثال عندي load عندي حمل يمر فيه طيار كعربائي بهذه القيمة وبين طرفيه جهد كعربائي المطلوب مني في السؤال أي استخراج Appearance Power ثم Power Factor ثم هذا الحمل ما هو النوى أو ما هي مكونات هذا الحمل إذن بالنسبة لـ Appearance Power عندي التيار الكعربائي في الـ Time Domain وعندي الجهد الكعربائي في الـ Time Domain نعرف أنه Appearance Power S ماذا تساوي؟ تساوي هي الضرب بين الرمس value للجهد وللطيار الكعربائي والـ RMS value هي تساوي الـ Amplitude على جذر 2 كذلك الطيار الكعربائي الـ RMS للطيار هي الـ Amplitude على جذر 2 هذه الـ Amplitude للطيار وهذه الـ Amplitude للجهد إذن نقوم بالعملية الحسابية لنتحصل على Appearance Power 240 V إمبير الآن السؤال الثاني واستخراج الـ Power Factor لهذا الحمل إذن نعرف أنه Power Factor هو Cosine الفرق بين زاوية الجهد وزاوية التيار الكعربائي هذه إذن زاوية الجهد وهذه زاوية التيار الكعربائي الفرق بينهما يعطيني قيمة Power Factor والمقصود بالفرق بينهما يعني Cosine زاوية الجهد ناقص زاوية التيار الكعربائي كذلك نستطيع استخراج قيمة Power Factor عن طريق احتساب Z الإمبيدنس إذن الزاد ماذا تساوي هي الفي على الآي ننتبه الفي دائما هنا هو هو Frequency Domain إذن Frequency Domain هو Amplitude وزاوية كذلك للطيار الكعربائي وAmplitude وزاوية أقوم بالقسمة لأتحصل على الإمبيدنس في Polar Form وكذلك أكتبها في Rectangular Form إذن Power Factor نستطيع قلنا استخراجه عن طريق احتساب الإمبيدنس Load Impedance وهو ماذا يساوي يساوي Cosine زاوية Z هنا زاوية Z هي سالب 30 ديجري نقوم بالCosine لهذه الزاوية للload Impedance لنتحصل على Power Factor وهو الذي هو نفسه استخرجناه بالطريقة الأولى الآن السؤال الأخير لهذا المثال إذن قمنا باحتساب Power Factor كذلك قمنا باحتساب Z الآن هذه الزاد ما هي مكوناتها استخرجنا قيمة الإمبيدنس ولاحظ هنا أنها تتكون هذه الزاد من حقيقة وتخيل بالنسبة للحقيقة ماذا تمثل هي تمثل Resistor هذه R أما التخيل هو X إذن الزاد قلنا ما دائما تساوي هي R زايد أو ناقص X هنا نلاحظ أنها جات نيجاتيف وبالتالي هي Capacitance كم قيمة هذه C نرفو أن X C هي سالب واحد على أميغا C عندي قيمة الأميغا وهي meet by هذه الأميغا وبالتالي أستخرج قيمة المكثف وتكون هذه load impedance تتكون من مقاوم R وهو الحقيقة هنا للز أما التخيل فهو يمثل لي هنا X C لو كانت موجب لكانت XL لكن هنا هي سالب وبالتالي فتكون مكثف قيمة مكثف هذه الرياكتنس قيمتها هي 212 بيونت 2 مايكرو فراد المثال الذي يلي عندي دارة كهربائية في مقاوم أول مقاوم ثاني ومكثف هذه voltage source مطلوب مني استخراج power factor وكذلك الـ average power إذن بالنسبة للسؤال الأول كيف سأستخرج هذا الـ power factor لهذا السيركت إذن سوف أستخ سوف أقوم ب استخراج قيمة الز لهذا السيركت ليصبح عندي الدارة الكهربائية هي voltage source مع Z هذه Z إذن ماذا تساوي Z عندي هنا الأربعة هذه R هذه XC وهذه R أخرى إذن هذن parallel وهم بالتسلسل مع قيمة 6 ON لها تحصل على قيمة Z هذه Z في rectangular form وكذلك في polar form هنا عندما استخرجت Z يسهل لاستخراج power factor وهو مطلوب السؤال الأول وإذن قلنا هو cosine angle لمن Z هذه Z كم زاويتها قمنا باستخراج عن طريق polar form وأستخرج إذن قيمة power factor لهذا circuit الآن كم قيمة average power average power رأينا أن تساوي قيمة الرمس value للجهد ضرب التيار الكهربائي ضرب power factor power factor استخرج في السؤال السابق الرمس سهل استخراج ها مباشرة مباشرة إذن هنا هذه الامبليتيود ل أو هذه الرمس value للجهد حيث أن الفورتج سورس هنا أعطيت لي عن طريق الرمس value وبالتالي هذه 30 ديجري هي مباشرة هي الرمس value قيمة التيار الكهربائي الرمس value للتيار الكهربائي هي قيمة الجهد على Z الرمس value للجهد الكهربائي هي موجودة في السيركوت قيمة Z استخرج في السؤال السابق نقوم بالقسمة لأتحصل على قيمة التيار الكهربائي إذن أطبق الآن القانون average power التي تعطى لي من السورس هي الرمس هي 30 ضرب الرمس استخرج بعد حل هذه المعادلة ضرب الpower factor وهو من السؤال السابق لتقوم هذه الأفريش باور ماذا تساوي 125 وات كذلك استطيع استخراج الأفريش باور عن طريق قيمة الريزيستنس لهذا السيركوت ضرب الرمس value تربيع قيمة الرمس قمنا باستخراج هنا أما قيمة الرمس من أين ستستخرج هنا عندي الر وهنا الر فننتبه هنا قيمة الر هذه هي الر للز لإمبيدنس قمنا في السؤال الأول باستخراج الز وقلنا الز أنها تتكون من الر و X إذن قيمة الر استخرجنا وهي تساوي 6.8 هي التي تستعمل في هذا القانون لأتحصل على قيمة نفس قيمة الأفريش باور في الطريقة الأولى اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة